السلام عليكم واهلا بكم يا جماعة في الفيديو ده يا جماعة الفيديو اللي جاي متأخر اللي نزل التحدي التحدي نزل الامبارح وتقريبا كل الناس عملت التحدي وانا اصلا لسه يعني لسه صحي منهم ولسه بعمل بشوف التحدي وهو تحدي الزنزين وصراع التنانين. طبعا? احنا هنمسح التحدي ده مع بعض. وهناخد الجايزة ان شاء الله هناخد الجايزة اللي هي جرعة البطل. اه وهنخش دلوقتي وهنمسح التحدي. والصراحة في ناس كتيرة بتسألني عن الحدث بتاع الكنز ده هي امتى? انا معرفش يعني هو حتى مش موجود في الاجندة بتاع الليبة. معرفش الحدث هي امتى? بس هو الحدث يا جماعة قريبا جدا ان شاء الله واول معرف هنزله حتى في الخبر اه في المنتظر. نقرب كده شوية. نقش دلوقتي نمسح التحدي ده. وبعد ما سرقنا احد او اخدنا احد احد اليوتيوبرز وهو بصوا الانيميشن اوه يامد ده هو الانيميشن ده كرتون تنين. وبعد ما اخدنا احد اه الطرق اه من احد اليوتيوبرز الاجنبي الاجنبي المشهور جدا طبعا اللي هو رقم واحد في هنخش دلوقتي اه ونمسح التحدي في ناس كتيرة طبعا مسحة التحدي ده خلاص يعني. بس انا برضو لازم اعمله ولازم يعني اشاركه حتى كده 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 اه هنجرب دلوقتي مع بعض. اول حاجة لازم نخلي ان الامر بتاعنا اه بتاعنا نخليه هوائي. نخليه بيطير. تاني حاجة هنجيب واحدة بالون هنا. هنرمي واحدة بالون هنا عند الكنون. وهنرمي واحدة هنا عشان افخاخ وهنرمي واحدة هنا. تمام والحمد الله كده يا رمينا شوية افخاخ. نجيب تنين كهربائي نرمي تنين كهربائي هنا وتنين كهربائي هنا وتنين عادي هنا. ونسيبهم يفرتكل الدنيا شوية كده. نسيبهم يفرتكل شوية كده. ونسيبهم بقى لحد ما يدمروا الاسكتر شوت دي. يروح مدمرينها ونستعد بالتنين اللي هو اللي هو اللوفا بتاع اللوفا ده يعني التنين اللي هو اللي هو التنك ده وهنرمي فوق التمثال هنا هنرمي فوق التمثال هنا وهنستعد بواحدة اختفاء كده عشان ما يموتش اهو عشان يدمر اتون هول واحد اتنين تلاتة اربعة نرمي واحدة كمان عشان يدمر اتون هول بعدين حمد لله كده ضمرنا البتاع نجيب واحدة بقى زلزال هنجيب واحدة زلزال هنرميها هنا في النص كده عند الدفعات دي وهنرمي اربعة بقى هنا واحد اتنين تلاتة اربعة عشان ندمر شوية الافخاخ دي بعدين نجيب واحدة زلزال برضو نرمي واحدة زلزال هنا برضو كده ونرمي التلاتة التانية مثل نرمي واحد واحد اتنين تلاتة تمام وروح جايبين الملكة حاطين الملكة في النص هنا ومشغلين بتاعتها السعم ده السعم القارق تمام ونروح نجيب البطل ده بتاعنا ومشغلين بتاعته عشان نكرصر الدنيا ويخش كده ومعانا نجيب النار دي عشان الملكة بتاعتنا تعيش نتكотرد دانيا هنا. واول حاجة بعدين شوية بقى هنا نروح نجايبين الزلزال ده وروح رمين الزلزال ده هنا عند الانفروطور عشان يدمروا الانفروطور شوية. بعدين نجيب هنا بقى البطلة بتاعتنا ونشغل القدرة بتاعتها كده تاك 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 تدرب شوية. بعدين بقى نجيب هنا في بلون هنا بقى شوية مسلا نجيب بلون في هنا افخاخ نرمي واحد هنا عند التمثال واحد هنا عند التمثال. وبعدين بقى نستعد بالتنانين بتاعتنا هنا نرمي بقى التنانين بتاعتنا كده. ونرمي التنانين العادية. وبعدين نرمي هنا البالون. ونرمي هنا الهيلرز دي. تمام? وممكن نرمي شوية بالون. ناخد شوية بلون برضو كده هنا. نرميهم والاول ما تحس ان التنانين بيتموت نشغل القدرة بتاعة 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 الامر بتاعة الجورديان. وفضل معنا خمسة منهم ان شاء الله نخلص كده معنا خمسة منهم اهو خمسة منهم دول حلوين جدا. نخلي الخمسة منهم معنا لما الجنود بتاعتنا تقرب Dude الخمسة منهم. هنا شوية واحد هنا مسلا منهم نستنى شوية كده لحد ما التنانين تقرب التنانين قربت وكده بقدرنا جماعة نمسح التحدي وبماسبة المسح التحدي ده يا جماعة احنا الحمد لله اتواصلت خمسة الاف مشترك شكرا لكل الناس والله جماعة الي بتاعنا وابتدعمنا. رغم هذا المحتوى الضعيف. بس شكرا يا جماعة كل الناس اللي بتدعمنا. ده كان التحدي. ما تنسوناش من السبس ترايب واللايك. شكرا. سلام عليكم.